قبل قل من شهر على موعد الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي تدور المعركة في شارع أيضا بين الناشطي المعسكرين لدين يتنفسان في الشعارات والمنشورات النائب باري جاردنر وهو عن حزبي العمالي البريطاني لمقاطعة برينت نورث وزير في حكومة أظل أيضا يقول أعتقد أن ما هو أكثر أهمية في الاستطلاع هو أن لدينا ما بين 20 و25% من الأشخاص ممن لم يقرروا بعد نعم بالنسبة لأولئك الذين اختاروا طرفا أو غيرها فالأمر حسم أمره لكن العامل الذي يكون حاسما إنما يتجلى مع فئة من لا أعرف وسيكون من بينهم المترددون ففي يوم الانتخابات حين يتوجهون إلى صندوق الاقتراف فهم لا يعرفون في أي صندوق سيدلون بأصواتهم هذا وقد حذرت وزارة الخزينة البريطانية وبنك أجلتر المركزي وصندوق النعط الدولي ورئيس الأمريكي باراك أوباما من التبعات الاقتصادية السلبية للخروج من الاتحاد الأوروبي إذا أردتم أن تكونوا متأكدين من أن المؤسسات لا تنتهك الضرائب الخاصة بكم كانت تحدث عن مؤسسات مثل أمازون وجوجل فينبغي القيام بهذا ليس على الصعيد الوطني لكن القول لو رغبتم في القيام بتجارة مع الاتحاد الأوروبي ككيان فيجب احترام القواعد المنظمة للضرائب وبتالي إن لدينا الكثير من القدرة بمجابهة شركات العالمية والتي تريد أن تلجأ للتحكيم نفسها أو أن تقوم بالتجارة أو تدفع ضرائبها سوف نكون أضعف بكثير إذا أردنا أن نكون دولة معزولة وأعتقد أنه في وقت الاقتراع على الناس أن يختاروا الأمن الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي ويعتبر ملف الهجرة محوريا في حملة الاستفتاء لأن أنصار خروج بريطانيا يؤكدون أن تدفق المواطنين الأوروبيين يحملوا نظامي الصحة والتربية أعباء ضخمة ويرفع أيضا أسعار المساكن هناك الكثير من الناس من أصحابي المبادئ يمكنني أن أكون مختلفا معهم لكنهم سيصوتون لصالح خروج بريطانيا من عضويات الاتحاد وهذا ليس أمرا من شأننا أن نقول بشأنه ألا تريدون حقا أن تقوموا بهذا علينا أن نحترم الناخبين وهم من سيصوتون لصالح قرار واحد لا يمكنهم التراجع عنها الخروج من الاتحاد الأوروبي من شأنه يبقي على حالة فوضى تستغرق ما بين خمس سنوات وحتى خمس عشر سنة فالناس وبكل تأكد سوف لا يحبد ذلك وأي شخص يعتقد أن الاستفتاء يمكن أن يستخدم كورقة مساومة فهو يهدي